السلام عليكم انا اسمي كريمة قرم وصفتنا النهاردة وصفة خيال هعمل لكم صلطة البانجر الحلو بطريقة المطاعم طريقة حلوة جدا معروف ان البانجر سعره مش غالي مش مكلف خالص الكيلو منه بعشرة جنيه فانا هعمل لكم صلطة حلوة جدا وفي نفس الوقت طعمها خيال معروف كمان ان البانجر مليان فوايد فمفروض ان احنا ندخله في اكلاتنا البانجر ده في الشتاء بيدي طوقة مليان نسبة حديد خاصة لو عملنا العصير بتاعه وعصرنا عليه عصرة لمونة كده طعمه بيبقى حلو جدا الصلطة اللي انا عملها لكم دي انا عايز اقول لكم هتحبوها خالص خاصة كده لما تتاكل ساعة يعني فعلا لذيذة وطعمها حلو جدا ياريت نهتم بالبانجر تمام شايفين لونه حلو جدا ليه لانه مليان نسبة عالية من الحديد والفيتامينات يعني موفيد جدا جدا قبل ما ابدأ الفيديو احب تنزله وتعملولي لايك للفيديو وكمان تشتركه بالقناة شايفين احلى صلطة بمكونات سهلة وبسيطة اتمنى الفيديو ينال اعجبكم بالنسبة للمأدير او المكونات بتاعتي انا جبت حوالي ثلاث حبات من صمر البانجر تمام البانجر معروف انه هو من السمار اللي هي بتبقى موجودة في الارض من تحت فبيتجيبيها تغسلها كويس جدا بالفرشة تمام كده عشان تبقى نضيفة معاك تمام بالشكل دوت وكمان تنقعيه كده في شوية مية وخل قبل ما تستخدمي شايفين انا نضفته كويس جدا جدا بالشكل دوت تمام كده البانجر في نسبة عالية من الفيتامينات ياريت نهتم بيه بعد كده بتجيبي بقى مية بتغلي على النار وهنبتدي نسلقه تمام كده انا هسلقه يعني هيقعد على النار كده لمدة نصف ساعة بالضبط هتعرف انه استوى ازاي هتعملي له اختبار كده بالسكينة لو لقيتها دخلت بمنتهى السهولة يبقى كده هو استوى احنا مش عايزينه يتري عايزينه يبقى مستوي في نفس الوقت الحباية مسكة نفسها شايفين كده هو استوى تمام كده وهو بيستوي طبعا بيستوي بقشره تمام بعد ما بيستوي بتشتفيه كويس جدا بماية بردة انا مش عايزة اقول لكم بقى ان اولادي انا اول مرة اعمل البانجر او اجيبه فاستغلوا الفرصة عن جابهم اللون بتاعه تمام كده لو قاعدوا بقى يقشروا معي بتقشري القشرة بتاعته بالشكل دوت بمنتهى السغلة بتطلع معاكي تمام كده قشرته خفيفة خالص تمام ببتدي انا اضافه بالشكل دوت تمام كده بس بكمل بعمل التانية بنفس الطريقة شايفين الايدين اللي شغالة التانية اللي نزلت قشرت فيعني كده احنا عشرنا كل الكمية الحمد لله وبسلام بعد كده بقى بتقطعي ترانشاط وتقطعي مكعبات صغيرة تمام شايفين لونه حلو جدا وطعمه يا جماعة يعني البانجر مليان سكريات وسكريات طبيعية كمان فهتدي طاقة هتدي طاقة للطفل الصغير هتدي طاقة للكبير فاهتموا به من فوايد البانجر ان احنا برضو ممكن نعمل منه بودرة لون غذائي احمر انا عجبني اللون جدا يعني فعلا حلو قوي بعد ما خلصوا بقى المكون التاني اللي عندي عندي كانتالوب واحدة كانتالوب قشرتها ونضفتها كويس جدا وقطعتها برضو مكعبات صغيرة تمام بالشكل دوت وعندي جزرة مبشورة تمام بالشكل دوت بحط البانجر وبنزل بالجزر تمام وبحط الكانتالوب يعني صلطة كده يعني كلها فايدة وكلها حاجات حلوة قوية هتعجبكم خالص يعني طعمها فظيع يا سلام بقى بعد ما تخلصوا كده حطها في التلاجة شوي وتكلوها سقعة كده هضطر على قلبكم بعد كده بنزل عليها بمعلاقة سكر السكر ده اختياري تمام كده اولادي بصراحة حب قوي ان انا اضيف معلقة السكر دي ممكن ما تحطهاش تمام كده ممكن كمان تحطه عصرة لمونة او عصرة برطقونة تمام عشان تسبت الحديد اللي موجود في البانجر وتستفدوا به اكتر تمام كده شايفين شكلها حلو ازاي صلطة بسيطة سهلة ما اخدتش وقت خالص مش مكلفة وفي نفس الوقت مليانة فيتامينات ومعادن يعني غايبة عننا بصراحة الاولادة عندي حبوها جدا شايفين شكلها حلو ازاي اهم حاجة بعد ما تخلصو طبق الصلطة دوت تحطوه في التلاجة بقى يعني ساعة كده وبعد ساعة تطلعو تاكلوه يعني حاجة كده بتطاري فعلا على القلب اتمنى فيديو النهار دينا لاعجبكم وتجربوا الوصفة وتقولوا لرأيكم فيها اي ترجمة نانسي قنقر